خليني أقول لحضراتكم بقى أولا ترتيب اللاعبين بكده بعد عدد نقاط اللي أضيفت في مبارتين الجونة وغز المحلة كده جدول الترتيب اختلف بشكل كبير وفيه لعيبة طلعت ولعيبة نزلت الترتيب الحالي هو أنه الشناوي ما زال محافظ على صدارة اللاعبين برصيد 20 نقطة صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة التغيير الأول اللي حصل هو أنه ديانج دخل في مركز ثاني بأصبح رصيد 18 نقطة بعد الشناوي بنقطتين المركز الثالث هو تراجع لمحمد شريف من المركز الثاني للمركز الثالث شريف كان رصيده 15 نقطة وبعد ما ديانج أضافت 3 نقاط الأخيرة في مطش المحلة ليه دخل في مركز ثاني في المركز الرابع بدر بنون رغم ابتعاده اعتقد أنه الابتعادة أثر لأنه بدر كان من الأسماء اللي لما كان موجود في الملعب كان موجود دايما في حتى ولو لم يفز بواحد من المركز ثلاثة لكنه كان موجود ومنافس رئيسي في عملية التصويت لكن بدر بيحتل المركز الرابع برصيد 14 نقطة مجدي أفشا بيتقدم للمركز الخامس برصيد 12 نقطة وأيمن أشرف بيحافظ على مركزه رغم ابتعاده وغيابه لفترة طويلة جدا لكن مازال محافظ على المركز السادس برصيد 11 نقطة الست لعيبة دول الحقيقة اللي أنا قلت أسمائهم شناوي أليو ديانج محمد شريف بدر بنون أفشا وأيمن أشرف يمكن يكونوا أكتر لعيبة الحقيقة أولا بيتطمن أو بتطمن جماهير نادي الأهلي لوجودهم في الملعب يعني شريف شناوي ديانج أفشا بدر أيمن أشرف مفيش خلاف عليهم محدش من جمهور نادي الأهلي يقدر يختلف على اسمهم الأسماء دي عندهم سبات في المستوى عندهم اسهمات كبيرة جدا في كل القطاط اللي حقق فيها النادي الأهلي فوز سواء ببطولة أو بمباراة وبالتالي الحقيقة يمكن الستة دول يكونوا الأفضل حتى الآن في الموسم المنافسة الشرسة الفوارق بسيطة جدا نقطة نقطتين ممكن مع كل مباراة المركز تتبدل وتتغير وبالمناسبة الأسماء اللي بعدهم في الترتيب مش بعيدة عنهم يعني عندنا معلول جاي بعد منهم عنده تسع نقاط عندنا أجايي عنده سبعة عندنا السلية عنده سبعة عندنا أكرم توفيق دلوقتي بقى عنده سبعة طاهر مش بعيد عنده ست نقاط وبالتالي لسه الموسم مستمر وأعتقد إن شاء الله الترتيب هيتغير في الفترة اللي جاي خليني أقول لحضراتكم ديانج بقى لأنه احنا عندنا مباريات الموسم ابتدت في شهر 12 اللي فاز بلاعب شهر 12 فيه استفتاء جماهير نادي الأهلي كان علي معلول شهر يناير كان كابتن وليد سليمان شهر مارس كان محمد شريف اللي تقلق بشدة جدا ومازال متعلق ونتمنى استمراره في التعلق أما شهر إبريل وهو شهر صعب وعدد المباريات فيه كان كبير جدا ففاز بأليت جانج اللي قدم الحقيقة مستوى أكتر من راعة في مباريات الأهلي الأخيرة وبصرف النظر زي ما قلت لحضراتكم عن النتائج مبروك أليت جانج لعب شهر إبريل في النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر